اشتركوا في القناة المسألة الثامنة التي تتكلم عن تقليد الاعلم لان المسألة السابعة كان تتكلم عن تقليد الميت سواء ابتداء او بقاء والابتداء كان لا يجوز والبقاء كان بتفصيل بعض التفصيلات بعض الحالات التي ذكرت في مسألة سبعة اشجلها السيد رماها السيد على مسألة ماذا مسألة ثمانية هذه مسألة ثمانية اذا تفيد في امرين في اصل مسألة تقليد الاعلم وفي بعض حالات البقاء على تقليد الميت فبطبيعة الحال يقول اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم اذا هذا هو حكم التقليد فاذا نستطيع ان نضيف الى شروط المقلد هذا الشرط كانوا تسعة ضيف شرط الاعلمية وشرط الاعلمية كما تعلمون هو شرط عقلي بمعنى انه العقل يحكم بالرجوع الى الاعلم من اهل الخبرة العقلاء يبدون على هذا الامر ايضا فبمعنى ليش لانه برجوعك الى الاعلام توجد المؤمن بمعنى انك اذا رجعت الى ال اهل الخبرة صحيح انه اذا لم ترجع الى اهل الخبرة فانت لست في امان واذا رجعت اليهم عقلك يقول ارجع الى اهل الخبرة حتى تدفع الضرر المحتمل لانك اذا لم ترجع اليهم قد يكون عملك باطلا وبالتالي يتحقق الضرر حسن بين اهل الخبرة ايضا نفس الشيء هل اذا رجعت الى اي واحد منهم ينتفي الضرر يعني بعد ما في اي احتمال للضرر ام لا يمكنك ان تؤمن نفسك اكثر بطبيعة الحال اذا كان هناك من هو اخبر واعلم مباشرة العقل قد يدلك الى انه اذا عملت بال اذا اتبعت الاعلم واخذت بقول لي اهل اكثر خبرتان فانت تدفع احتمال الضرر بشكل اكبر فبهذه الحالة يكون هناك قد بقي مقدار من الضرر تدفعه بهذا بهذا الرجوع الى الاعلم فاذا هذا حكم عقلي وفتأفت به المراجع اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم هذا الكلام اذا اختلف اما اذا لم يختلفوا فالامر مختلف باعتبار انه اذا لم يختلفوا يعني كلهم كان فتواهم واحدة فلا فرقا هو هدف ماذا الوصول الى الحكم هو هدفه الوصول الى الحكم الشرعي حتى يعمل به ويكون عمله به مرضيا من قبل الله سبحانه وتعالى فاذا كان الحكم فعمل على رأي فلان او على رأي فلان او على رأي الثالث او الرابع نفس الشيء عمله بده يكون فاذا هو يعلم بالحكم الشرعي انتهت مهدف العالم هذا علم بالحكم الشرعي المتوجه اليه فلا يفرق في هذه الحال لاجل ذلك قال اذا اختلف المجتهدون في الفتوى واجب الرجوع يعني تقليد الاعلم الى الاعلم منهم ما هو الاعلم قال فسر وشرح الاعلم سيد سيستاني هذه العبارة له يقول اي الاقدر على استنباط الاحكام بان يكون اكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاويه اقوى من احتمالها في فتاوي غيره طبعا مسألة تحديد يعني ما هي الموازين التي نعتمدها في تحديد الاعلم هي مورد بحث بحد نفسها هي مورد بحث فقد يقال مثلا هو الاكثر تفريعا للمسائل وهو مرفوض عنده نسبة كبيرة قد يقال هو الاقوى في علم الاصول مثلا فيستدلون على اعلمية فلان وفلان لانه الاقوى في علم الاصول وهذا مرفوض من المجمع قد يقال هو الاقوى في علم الفقه لملاحظة التفريق هو يقول هنا السيد يجمعهم يقول هو الاقدر على استنباط الأحكام هذا بعدها عام طبعا الأعلم هو الأقدر طبيعة الحال لأنه الاجتهاد ما هو هو استنباط الأحكام وليس كذلك حسنا فالأعلم في هذا المجال يعني هو الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام أكثر من غيره قادر على استنباط الأحكام أكثر من غيره إذن لا يكفي هذا لأنه يفسر الماء بالماء تقريبا إذن بعد إحتاج الأمر إلى أن يفصل أكثر كيف يكون أقدر على استنباط الأحكام قال بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها مو بس بالمدارك يعني أكثر إحاطة بالمدارك الكتاب والسنة عنده معرفة قوية فيهم وموارد الإجماع وحالاته وشروطه وكيفيته والنواحي التي يتدخل العقل فيها أيضا بالحكم الشرعي حكينا لا مش بس الأصول نتيجة عم نحكي المدارك حكينا الكتاب والسنة والإجماع والأقل تدخل بالأصول والفقه هذه فنحن عم عغضنا ذلك عن أصول الفقه هي أكثر إحاطة بالمدارك بس المدارك الإحاطة فيها مو بس على منح الأصول يدخل فيه يدخل فيه عدة أمور هو السيد يبينها في شرح العروة وفقه للسيد طبطب يبين عدة أمور من الأشياء التي يذكرها هو طيب واحد العلم بطرق صدور الرواية هذا من العلم بالمدارك العلم بطرق صدور الرواية يعني مسائل كل ما يتعلق بالأسناد طب الذي هذا الشيء حتى يعلم أنه رواية فعلا صادرة من الإمام المعصوم أو غير صادرة منه أو مقدار الاعتماد على هذا السند وعدمه هذا ماذا يتكفل به يتكفل به علم الرجال وعلم الحديث أليس كذلك يتكفل به علم الرجال وعلم الحديث هذه المسألة مسألة ثانية أيضا أمر الثاني أن فهم أن يكون يفهم المراد من النص هذا أن يعني يكون عنده قدرة على فهم الدلالة بشكل صحيح فهم المراد من النص يكون عنده ظوق يستطيع أن يعرف كيفية أهل البيت ببيانهم للأمور كيفية ببيان أهل البيت صلى الله عليه وسلم وعليهم للأمور في يفهم مراداتهم من هذه النحية هذا يحتاج إلى إحاطة وكثرة إطلاع على الأحاديث كثرة إطلاع وتطقيق ومعرفة ومراعات أساليبهم صلى الله عليه وسلم بهذه القضية ومنها أن يكون عنده خبرة في خبرة وحسن نظر وقوة نظر ودقة في تفريع الفروع على الأصول بده يكون عارف بالأصول طبعا الأصول بده يكون عنده قوي فيها أصول الفقه والقواعد المستخرجة من الروايات اللي بده يفرع منها أيضا أحكام شرعية أخرى بده يكون عنده قدرة كبيرة على هذا الأمر يستطيع أن يفرع الفروع عن الأصول بشكل قوي وهذا يدخل فيه علم الأصول أيضا وغيره من العلوم فإذا بده يكون عنده حاطة بمجمل علوم المقدمات والسطوح بشكل قوي والبحوث التي تتعلق بالاجتهاد كلها بشكل قوي هذه يمكن أن الإنسان يعني أهل الخبرة يستطيعوا أن يشوفوا فعلا خبرتوا بها العلم وخبرتوا بها العلم وخبرتوا بها العلم وكيفية اتفاتتوا من هذه العلوم في تطبيقها لإستخراج الإستموات الحق نعم كل واحد بحدده بيحدده بيشو اسمه بحسب رأيك الآن هذا التعريف اللي الآن بكر هنا هذا خب جامع لكل الحالات يطمأن أنه الذي يكون أعلم بهذه يكون أعلم بباقي الأشياء فإذا شكيت أنت أنه هل تلك هل تحديد الأعلم بالكيفية الأخرى يفيد في تحديد الأعلم والله لا لا تعمل بذلك إذا أنت شكيت لا يكون عندك بينما هنا لا تشك بهذه الطريقة هنا لا تشك يقول أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك بالمدارك وبماذا بتطبيقاتها أيضا فإذا هو يستعمل كل القواعد بشكل كامل وعنده هذه المعرفة الكافية بالمدارك التي من خلالها يطبقها بحيث يكون احتمال هذه الأكثرية الأقدرية الأقدر على الاستنباط تجعله تجعل احتمال إصابة الواقع في فتاويه يعني أن تكون فتواه أقرب إلى الحكم الواقعي لماذا؟ لأنه عنده هذه القدرة الأكثر لأنه الأكثر قدرة على من حيث الإحاطة ومن حيث التطبيق ماذا؟ صار احتمال الإصابة أقوى عندك يمكنه واقعا ما أصاب بس بالنتيجة عندك صار الاحتمال أقوى أنه فلان بما أنه أقدر فإذن احتمال إصابة الواقع أكثر إذن أنت معذور أكثر أمام الله سبحانه وتعالى بتقليده بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتماله في فتاوي غيره وهذا سبب وجيه حتى ترجع إليه أليس كذلك؟ هذا هذا مسألة الرجوع إلى الأعلم متفقين عليه العلماء الأعلام المجتهدين الكرام المراجع العظام كلهم متفقين على هذا الشيء طبعا نتكلم عن المراجع الحقيقين يعني متفقين على وجود تقليد الأعلام الآن إذا في اختلاف بسيط هذا يعني صحيح قد يختلف التعريف قليلا بس عمليا لن يأخذ علمائنا بأراء ضعيفة في تحديد الأعلم بحالات ركيكة في تحديد الأعلم لا لحيكون في عندهم دقة في هذا الأمر لا فهو مش واجب بهالمقدر بمقدر معرفته إذا سعى وحصل دليل على أعلمية شخص يكفي هذا المقدر حتى يكون معذور أمام الله أما ما خرج عن قدرته فبنتج خارج عن قدرته نعم أنت يا صاحب الخبرة عليك أن تنتبه مو أنت يا صاحب الخبرة بدك تعطي يعني ثقة أو توثيق بأن هذا أعلم تعطي سواك يعني مو فتوى ولكن تعطيه قول تعطيه شهادة بأن هذا أعلم إذن عليك أن تلاحظ هذا الميزان في الأعلمية لا صاحب الخبرة مو بالضرورة يكون مجتهد مو بالضرورة ممكن واحد يكون مراهق اجتهاد ولكنه يستطيع يحدد نعم يعني فيه إنسان دارس وواصل وخائد خائد في العلوم في الأدلة وفي كذا ولكن ما وصل لحد أنه يعطي رأيه في المسائل يطلع على كل التفاصيل ويرى القوة والضعف في عند العلماء وما إلى هناك ولكنه هو بنفسه بعد ما أعطف رأيه ولا يستطيع أن يعطي غايةه ورأى القوة والضعف لحسب رأيه ورأى المحنفة الأعلم هل تشوفه شهادة الشخص أنه ها عند الضرور ها عند بعض المجتهد المرجع يعني هل تشوف أراءه لها كلاب أولي المرجع المجتهد هو أقل علما من المرجع من المرجع أولا هذا عاية وهي أعلم مش أعلم ولكن في في حالات علمية في كيفية استدلالات في قوة في متانة في يلاحظ الشخص الذي متمرس في العلم يستطيع أن يلاحظ أنه فلان فلاني عندما يتناول موضوع معين كيفية تدقيقه فيه وخبرته وطلاه على تفاصيله ومقارنته وتفريعاته وكل هذا بيستطيع يعرف الواحد يعني أنا طبيعي منحضر عند هذا الأستاذ ونحضر عند هذا الأستاذ مبسرة من لاحظة الفرق يعني أنا نستطيع من لاحظة هذا الفرق مش صعب فكيف اللي مثلا هو مشتهد مثلا أو هو ما يقول هذا إذا كان يوجد أعلم إذا كان يوجد أعلم محظوم القضية انتهى حسنان إذا ما كان واضح الأمر إلى هذا الحاد يعني لا تستطيع أن تقول هذا أعلم لماذا لا تستطيع أن تقول هذا أعلم لأنه إما أنك تعلم أنه لا أعلم أنه لا يوجد أعلم يعني لأنك تعلم بأن اثنين متساويين أو لأنك لا تعلم من هو الأعلم لا تستطيع أن تعرف من هو الأعلم أو أن هناك أعلم تعرفتوا كيف تعالت أن تعرف ولو تساووا في العلم إذا أنت تعلم أنهما في نفس المستوى كيف أيضا أهل الخبرة بيستطيع يعرف مهو أنت حتى تقول أن فلان أعلم من الآخر شو نتيجته نتيجته أن قول فلان حجة عليك وحقق عندك المعذورية وأنك تشك أو تعلم بعدم حجية الشخص الثاني عليك ليش لأن مستواه العلمي أقل إلى حد أنه يشكيك بهذه المقطة فإذا كان الثاني ليس أقل بهذا الحد ليس أقل تنظر لهذا تراه عالما جليلا وتفاصيله ودقته وتتبعه وتطبيقاته كلها جيد ومستوى ترجع تجيب نفس الشي كلهما على مستوى البحث العلمي والمتابعة والإحاطة والتطقيق والتطبيق كله اثنين هم نفس الشي بس في عندهم اختلاف في الفتوى ولكن على مستوى مستوىهم العلمي واحد هذا علمت بأنهما متساويين هذا الأمر الثاني لا لم تعلم بأنهما متساويين يمكن يكونوا متساويين يمكن يكونوا ماذا لا واحد أعلم من الثاني بس ما عرفنا من هو الأعلم كلهم أنت بعدك بدك تقلد الآن فيقول أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإذا مش متأكد أنه يوجد أو لا يوجد أعلم هنا السيد السيستاني عنده حل سيد الخوي ما عنده هذا الحل سيد الخوي والشيخ الوحيد وهو أنه سيد السيستاني يقول لأورعية هنا تحل المشكلة أما السيد الخوي فلا يقول بذلك بل يقول لا عبرة بالأعدل ما قال الأوراع قال الأعدل معنى الأعدلية قد يكون سيد الخوي يقول لهم معنى لا عبرة بالأعدل باعتبار كيف تكون الأعدلية ما الأعدلية ما العدالة هي حالة مو أنه لها درجات هي ليست كالتقوى مثلاً لها درجات لا الأعدلية هي حالة إذا انثلمت إذا راحت يعني إذا الإنسان إما عاصي أو مش عاصي إذا عاصي يعني مو عادل فاصق إذا غير عاصي فهو عادل حتى لو كان فاعل الشبهة هو عادل حصلت العدالة عندهم نعم الأورعية تختلف عن الأعدلية الأورعية تختلف وقد يتو واحد يتورى عن المحرمات وهحد يتورى عن الشبهات و うわحد يتورى عن متروهات مو شكل على كل فهنا السيد السيستاني ذكر الأورعية ولكن أورعية بماذا مو بهالطريقة اللي نحن عم نفهمها الورع هو الابتعاد عن المحرمات التورع عن محارم الله فهل مقصود هو التورع عن محارم الله لا هذا ينفي أصل العدالة مشكلة إذا كان لا يتورع عن محارم الله يتكلم عن ورع خاص وإلا ما أن ربط إذا كان يتورع عن الشبهات أفرض هو عادل ولكن لا يتورع عن المؤكرهات يبقى يجوز لو كان هو أعلم أو أنه أورع في المجال الذي يذكره يقلد هو الذي يقلد فأي أورعية يتكلم عنها قال وفإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى قد يأتي قائل وقل يا سيدنا يعني في مراجع ما عندهم تورع بالفتوى مع عاظ الله هاي مصيبة إذا الشكل يتورعون بالصلاة وصعون بأعمالهم بس بالفتوى لا يتورعون يقول لا مو قصدي أنهم يفعلون يعني يفتون بغير ما أنزل الله مع عاظ الله أو يفتون بدون تثبت وبدون ذليل شرعي طبعا هذا حرام ولا يفعله علماء ومراجعنا أنا قصدي الأورعية ما الأورعية هي عملية احتراز عملية بعد عملية تدقيق تثبت وتشدد أكثر تشدد فيها تشدد القضية في الابتعاد عن المخالفة الحق فالمرجع عندما يفتي يكون وصل الدليل إلى أوصله الدليل إلى الفتوى الفلانية والله أنه لا تجوز صلاة الجمعة في زمن الغيبة وصل الدليل بهذا الشكل أو فهذا قد يفتي فيها مواشرة بعدم الجواز قد لا نعلم من هذا المرجع الثاني أنه وصل الدليل عنده هالشيء أيضا نفس الشيء ولكنه قبل أن يفتي رجع راح رجع الأدل إلى مرة ثانية واطنع روايات وصل للنتيجة نفسه رجع ذهب وتباحث مع مرجع آخر وناقشه وكذا ثم وصل إلى نفس النتيجة ثم ذهب ودقق بإنما الخطوات التي تبعها كانت صحيحة هذا التورع مضروري ومواجب لا يضرب التقليد ولكنه هذا الذي يقصده يتثبت أكثر من الفتوى أي أكثر تثبتا واحتياطا في ماذا في الجهات الدخيلة في الإفتاء يعني يتابع كل هذه المدارك التي ذكرناها ويعيد مسألة التطبيق مرة ومرتين يلاحظ أنه فيه فيه احتمال أن يكون هناك سلمة من هنا أو سلمة من هناك فيسدها هذه إذا كان يمكن ويمكن معرفة هذا الشيء فعلا عمليا في علماء يفتون بسرعة ومو معنى يفتون أقصد يصالون النتيجة ويفتون يفتون بالنتيجة ولكن نرى نحن في نسبة للأسف للأسف في هذه الأيام هجوم على المراجع بسبب أنهم يحتاطون هؤلاء الذين يهاجمون المراجع الذين يحتاطون لا يعلمون أنه لا المراجع إنما يتثبتون ويريدون أن يؤمنوا أنفسهم ويؤمنوا المقلد أكثر وأكثر مؤنهم أنهم لا يعرفوا ما عندهم ما وصلوا للنتيجة وغالبا لأنهم الذين يهاجمون المراجع لا يفقهون هذا الأمر نعم إذا كان هناك مجتهد لا يتثبت بهذا المقدار لا نستطيع أن نقول عنه أنه ليس مجتهد مجتهد ولكنه ليس أورع في الجهات الدخيلة بالفتوى طب إذا كان في واحد أورع يعني استطاع الأهل الخبرة أن يخبرونا بأن هناك أورع نقلده حتى لو لم نكن نعرف أنه أعلم مش دائماً أهل الخبرة اللي بيعرفوا الشي بيعرفوا سبب احتياطه شو هو قد يكون سبب احتياطه أنه ما استطاع أن يكمل الاستدلال أكثر من هذا بس طبعاً المراجعنا بيكونوا باشك أنه هو أوصل لطريق مسدود بس غيرهم استطاع أن يكمل أكثر فهذا مش بيدلش على أنه الشيء هذا يعني هو علم أنه الاحتياط ينجي في مقام العمل ليش؟ أنه ما استطاع أن يحقق من أسألة أكثر من هذا فأعطى الاحتياط أعطى الحل بطريقة أنه ما يكون إنسان خالف في حال أنه نرجع لآخر لا لأنه دقق أكثر وتثبت أكثر وعرف النتيجة القطعية عنده وبقي عنده وبقي في تشد يعني بسبب وجود أداء دواعي أخرى للاحتياط أحكم بالاحتياط وهذا يختلق عن هذا إذن كان أحدهم أورع من أي أكثر تثبت المحتياط في الجهات الدخيلة في الإفتاء إذا كان كذلك تعين الرجوع إليه حتى لو ما عرفنا الأعلم خلصنا هاي الآن يقول طيب نحن لم نستطع أن نعرف الأعلم أو عرفنا التساوي ولم نستطع أن نعرف الأورع أيضا أنه في أورع أصلا فما هو الحل؟ هذا الذي يتعرض له بقوله وإلا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله هذه فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا وإن كان الأظهر محوها هذه من طبعة قديمة طبعة الجديدة يقول وإلا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم من عند بعد وإلا لعند الأظهر هاي محوها من عند وإلا لعند الأظهر هاي مو موجودة بالطبعة الجديدة بدى الكون في كان سير وإلا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم هل هذه نتيجة سهلة وصمت لها مشاك؟ ولكن منتهى الكلام هنا هذه فتوى سهلة على رأي السيد السيستاني على رأي السيد الخوي والشيخ الوحيد صعبة ليش؟ لأنه بيقولوا يجب العمل بأحوط الأقوال وخلصوا فتوىهم سيد الخوي والشيخ الوحيد يجب العمل بأحوط الأقوال طبعا هذا أمر صعب السيد السيستاني حلها وانتهت أنه يختار قال لا تختار صحيح ولكن ليس في كل شيء تستطيع أن تتخير تطبق عملك على رأي السيد فلان أو الشيخ فلان أو السيد فلان ولكن في فتاوى لا تستطيع أن فقط تختار بل عليك أن تحتاط إذن رجع صار شبيه بالسيد الخوي والشيخ الوحيد من هذه الوحيد كيف؟ في هذه الحالة كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم؟ بالطبع الجديد يقول إلا في المسائل التي يحصل له علم إجمالي إذن اشحطوا أيضا ما لم يحصل له ما لم اشحطوها اكتبوا إلا في المسائل بدل ما لم إلا في المسائل التي يحصل فإذن من نخرج بعض المسائل هذه لا تخيير فيها بل فيها احتياط كيف؟ ما هي هذه المسائل؟ بفصلكم إياها شوي ركزوا معي والأمر سهل مش صعب شوي ركزوا ما بدها كثير القضية جاب عبارات عبارات مش مقيفة عبارات عادية ولكن مش متعودين عليها بس يقول إلا في المسائل التي يحصل له علم إجمالي منجاز أو حجة إجمالية كذلك في هذه الحالة آخرها بيقول احتياط شو هي؟ ما نعرف الآن ذكر حالتين هنا حالة العلم الإجمالي المنجز والحجة الإجمالية المنجزة كذلك يعني منجزة وأعطى أمثل الأمثل بس للتوضيح أليس كذلك؟ إذا كان في حالة فيها علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية نتيجتها بالأخير يقول ماذا يجب عليه الاحتياط؟ لا غيرها قال لا يترك مراعاة الاحتياط طب خلينا نفهم ما هو شو قصده بالعلم الإجمالي المنجز أو الحجة الإجمالية العلم الإجمالي بتعرفوا شو هو؟ أن يكون الإنسان عالم عالم عنده علم بالتكليف عنده قطع وجداني كتبه قطع وجداني بالتكليف ومعنى أنه منجز يعني لا يحتمل رضا المولى بتركه لا يحتمل رضا المولى بتركه إذن بعبارة أخرى أنا أعلم أنه في تكليف خلينا نشيل العبارة لإذنكم يا أحد قد يكون صعبة خلوها أبسط أعلموا إجمالا يعني عندي علم بأصل التكليف بس مش عارف كيف أريد أن يطبقه كيف يطبق في عندي خلل بالمصباق وليس بأصل التكليف إزتارة يكون عندي علم بذلك ليش؟ أنا شفت كان في يا إخوان كان في عندي قنينتين مي هنا هذه قنينة وقنينة أخرى منتبه يا أحمد طلع هون كان عندي قنينة وقنينة أخرى إجا ولد أمامي إجا ولد إيده نجسة ولعب بوحدة جيت لحتى إمها من بندين وشفت قنينتين أين هي اللعب فيها ما بعرف يعني صار في أو وضع شيء نجسا فيها بعيني هذا شو علم إجمالي بس أين هي النجسة لا أعرف عرفتوا كيف؟ فما عندي علم تفصيلي العلم التفصيلي لو رأيته وضع النجاسة هنا صار عندي علم تفصيلي بنجاسة الماء الموجود في هذه القنينة قنينة أليس كذلك؟ بينما الآن ما عندي علم تفصيلي بس عندي علم ما هو هذا العلم؟ هذا يسمى علم إجمالي عندي علم بالنجاسة بس إما هنا أو هنا هذا يسمى علم إجمالي عرفتوا كيف؟ علم الإجمالي طب منجز شو يعني منجز؟ قلت يعني لا يحتمل رضا لا يحتمل رضا المولى بتركه شو يعني؟ يعني أنا مبتلى به أنا مبتلى به لا أستطيع أنا مكلف كيف؟ خلي يكونوا نجسين لا ما أنا يجب علي صلاة وضوء ما عندي غير هذين الماءين فإذا في أنا مبتلى بهذه القضية هذا علم إجمالي منجز عرفتوا كيف؟ طب ليش قالوا حجة إجمالية؟ أيضا بسيط يعني أنا ما شفت لهذا الشخص أصلا ابن هذا الولد ما شفت يجي نجسه ولكن إجا شخص جاء فلان فلان وقال لي يا عمي فلان وفلان إذنينهم إجوا قالوا لي أن إحنا شفنا الولد الفلاني وضع نجاسة في القنينة ذهبت فوجدت قنينتين مو قنينة واحدة بأيهما وعن عندي حجي على النجاسة مش هيك؟ ما عندي علم بس يمكن أنا شكي بقولهم بس أني عدول فإذا بدي أعمل بقولون يعني هنما هم حجة بالنتيجة بالنتيجة لي بالنسبة إلي نعم حجة أمام الله حجة أمام الله يعني أستطيع أنا أعمل بكلامهم هذه فيكن تكتبوها تجمعوها بها الشكل يعني قيام الدليل على مسألة أو على حكم بنحو قطعي واشتباه المصداق إذا الدليل إذا كان هو الرؤية فهذا علم إذا كان الإمارة أو البينة فهذا حجة قيام الدليل على شيء أو على مسألة بنحو قطعي واشتباه المصداق فالعلم القطعي تعلق بماذا؟ تعلق بالدليل ولم يتعلق بالمصداق نكمل المثال بقينا عندنا من المسألة الثامنة المثال قلنا يحصل كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم إلا في المسائل التي يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية وقد اتضح لنا ما المقصود بالعلم الإجمالي المنجز والحجة الإجمالية وأنه بعد قيام الدليل على أصل الشيء بنحو قطعي وبيبقى الاشتباه في المصداق هذا منه فالعلم القطعي تعلق بالدليل ولم يتعلق بالمصداق بالعمليا كيف نمثل لذلك؟ يمثل السيد السيستاني طبعا قلنا أنه في الطبعة الجديدة لا يوجد بعد كذلك في خصوص المسألة هذه في خصوص المسألة هذفوها نعم كما يعطي مثال على هذا الشيء كما إذا أفتى بعضهم يعني أحد المجتهدين بوجوب القصر وبعض آخر بوجوب التمام فيجب الجمع بينهما هذه المثال يبيننا أكثر من المسألة عم يمثل على ماذا؟ على العلم الإجمالي المنجز وكيف نتعاط معه الأمر الأول ظهر كيف بقوله كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام هنا ماذا؟ طبقول العلم الإجمالي المنجز أصل الوجوب معلوم أليس كذلك؟ نحن نعلم أنه تجب علينا الصلاة في هذا الوقت هذا علم هل هو علم تفصيلي؟ لا لأنه لا نعلم هل تجب الصلاة الواجبة علينا؟ هل هي صلاة تامة؟ أم صلاة ناقصة؟ إذن ما هو المصداق الواجب علينا؟ أصل الحكم موجود هذا هو العلم الإجمالي منجز ليش؟ لأنه نعلم بأنه لا تفرغ ذمتنا إذا لم نأتي يعني نحن مكلفون بشيء طبعا مكلفون بشيء فالوجوب دائر بين هذا وهذا أو طبعا يعطي مثال للوجوب هنا يجب إما هذا أو هذا ما في أنه حالة لا يجب فإذ ذلك كان منجزان يعني لا يحتمل رضا المولى بتركه ترك الأمرين ونتيجة ماذا؟ الاحتياط كيف الاحتياط يقول؟ فيجب عليه الجمع بينهم هكذا يحتمل يأتي بالظهر ويأتي بالقصر ويأتي بالتمام هذا مثال على نوجوب مثال على الزامي بالنتيجة على حالة الحرما كيف؟ يقول أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العواضين فلا يترك مراعاة الاحتياط حين إذن العبارة هون اختلفت فلا يترك آخر شيء شو المقصود هنا؟ أنه هناك يجب عليه الاحتياط اقتضى أن يأتي بالأمرين يكرر يعني الصلاة هنا الاحتياط أن يترك شيئين شو هنها الشيئين؟ واحد قال البيء الشيء الذي ملكه الإنسان باليا باللوتو هذا حلال لا الشيء الذي بيع بيع مثلا شراب مصموع معين مصموع يخشى أن يكون مسكر مثلا أو المسكر هذا هذا مسكر ولكنه ليس بخمر يجوز بيعها أفرض المواد المخدرة مسكرة ولكنه ليس بخمر شخص قال يجوز بيعها وشخص قال لا يجوز بيعها فالشخص زرعها هو زرعه وطلعه عنده فهو مالك لها ليس كذلك؟ يعني تملكي ليست بما لا يملك ولكن هل يجوز بيعها أم لا يجوز بيعها؟ فمرجع مجتهد قال يجوز بيعها مجتهد آخر قال لا لا يجوز بيعه طب إذا إجا شخص باعها بعد أن باعها هل يحكم بصحة هذا البيع أم لا؟ طبعا الأول يقول الذي قال يحكم بصحة المعاوضة هذه المعاوضة التي تمت بين ماذا؟ بين المخدرات وبين الفمن الشخص الثاني قال لا لا تصح حسن الآن هذا كيف؟ ماذا يفعل؟ إذا قال صحة المعاملة الذي يقول صحة المعاملة يعني هذا الذي باع لا يجوز له أن يتصرف بالمال بالثمن باعه هذا المقدار من المخدرات بهذا المقدار من الأوراق إذا أعطاه ثمن مخدرات أوراق مثلا ورق كتاب مثلا فهل يجوز له أن يستعمل الكتاب؟ لا يعني قد يحرم عليه استعمال الكتاب ليش؟ لأنه إذا كان صحيح المعاملة فهذا الكتاب صار لشخص آخر حسن هل يجوز له أن يستخدم المخدرات؟ يعني يستخدمها مو بمجال محرم هي مملوكة له هل يجوز أن يستخدمها فيصنع منها دواء مثلا أيضا ممعلوم لأنه إذا كان البيع إذا كان بيع صحيح فهذه انتقلت لذاك يعني إن قلنا بصحة المعاملة فلا يجوز له استخدام الكتاب وإن قلنا ببطلان المعاملة إذا قلنا بصحة المعاملة فلا يجوز له استخدام الكتاب وإن قلنا ببطلان المعاملة فلا يجوز له استخدام المخدرات فأحد العواضين لا يجوز استخدامهم فكيف يحطط بده يترك إلى الأمرين ما الشكل هكذا يكون احتياط ليش لأنه هنا في علم أجمالي منجز أكيد هو في شيء محرم عليه والتنجيز ليس فقط في مقام الوجوب التنجيز أيضا في مقام الحرمة فهذين مثالين على الوجوب وعلى الحرمة انتهينا من المسألة الثامنة والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين